وش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كل عام وانتم بخير في شهر الخير شهر رمضان المبارك يعني هذا الشهر شهر الخير والبركة شهر الحسنات اللهم جعلنا من اعتقاء هذا الشهر جميعا اللهم آمين اليوم احنا سيكون اول بث بعد فترة انقطاع طويلة عن كرة القدم المحلية نعرف الفترة كان السابقة فيها فترة توقف طويلة جدا وما كان فيه مناسبة حقيقية عشان نعمل بث مباشر والآن بلشت الامور تدخل في منحنيات تكوين الفرق وجهزية الفرق وبطولة درع الاتحاد والبطولات القادمة فعشان هيك في بعض الامور حابة احكي فيها كمقدمة لبداية انطلاقة البث عن كرة القدم المحلية هذا الموسم طبعا البث المباشر رح احكي فيه عن عندة نقاط وعدة محاور اول محور رح احكي فيه يخص الاندي جميعا وهو بطولة درع الاتحاد الظروف اللي بنعيشها قبل درع الاتحاد الاندي المنوعة من التسجيل ما هو موقفها في بطولة درع الاتحاد اقامة درع الاتحاد زي ما عملت بتسجيل فيديو قبل ذلك على نظام دوري كامل من مرحلة واحدة على ملعب واحد ملعب اللي هو استاذ الامير محمد رح احكي عن الوحدات بلش مشواره مع المدرب البوسني داركو والرؤية المبدئية عن المرحلة القادمة و رح احكي كمان على موضوع جدلي انا كتبت فيه منشور هل كان لصالح منتخبنا فعلا يلعب مباراة مع فيتنام او يلعب مع منتخب اقوى وراحكي كمان انه في النهاية مهما عملنا تعاقدات 25 لاعب كل نادي بإمكانه يعمل بس 25 لاعب واي عدد لاعب واحد بيزيد عن 25 بدك يتعيره او تحرره طبعا الموضوع اخر نقطة كنت كاتبها في الموضوع اخوي رمضان يسعد مساك يا حبيب القلب اللي هي رسالة الى لاعبين ابناء الوحدات هو اللي رح ابلش فيها يعني اعذروني اللي موجودين من اندي اخرى معي رح ابلش هذا البث برسالة الى لاعبين ابناء نادي الوحدات ومباشرة انا عم بتابع من خلال السوشال ميديا من خلال الفيسبوك بعض الاخبار وبعض الانباء عن محاولة نادي الوحدات التعاقد مع مجموعة من لاعبين ابنائه وحتى الان في بعض اللاعبين مش قادرين يصلوا لحل نهائي او مش قادرين يحسموا موضوحهم هل هو بده يلعب حاليا مع النادي او بده يستنى لفترة الاحتراف في الصيفية او بده مبالغة كبيرة انا بس بدي اذكر اللاعبين ابناء نادي الوحدات انت لاعب خاصة اللاعب اللي لهم مخضرمين في نادي الوحدات واللي لهم سنوات طويلة في نادي الوحدات واللي لعبوا في نادي الوحدات وكان نادي الوحدات من اسباب شهرتهم ونجوميتهم انت لاعب قضيت عمرك كله في نادي الوحدات اعملت شعبية كبيرة جدا وشعبية جارفة جدا وكونت دايما تحصل على اعلى عقد في نادي الوحدات كان دايما نادي الوحدات مش كيل الموسم هذا نحطه على جانب يدفع اكثر شيء اكثر الاندي دفعا للعبين ابناء النادي دائما كانوا ياخدوا عقود اعلى من عقود الاندي المنافس او مشابهة مثلا النادي كان ايامها المنافس الفصل كانت العقود عالية بالوحدات ودائما كان الوحدات يكرم لاعبيه وتاريخيا ما قصر مع الوحدات مع لاعبينه اللي كان يتعرض لاصاب الوحدات كان يقف معاه كان يعالجه كان يقف معاه كان يرجعه كان يتحمل كل الظروف ويخليه في النادي كان يضر راتبه مستمره ومصاب رغم انه في التعليمات ممكن انك تصر من الراتب لكن كانت دائما نظرة الوحدات الى ابناءه نظرة خاصة جدا وكان دائما بيحاول يحافظ على ابناءه ويكرمهم ويعطيهم اللي بيقدر عليه للنجوم ابناء للنجوم ابناء نادي الوحدات انا بعرف واكتر واحد بحكي انه احنا بعصر الاحتراف واكتر واحد بحكي انه احنا بعصر العقود وانا من عشر سنوات وانا بكتب انه هذا عصر العقود والاحتراف رح يغير كثير من المفاهيم واللاعب رح يدور على العرض الاحترافي وعلى القيم المالية الاعلى انت لاعب بنادي الوحدات لم تحترف حتى الان ما جكيش عروض تحترف حاليا موجود وبدك نادي الوحدات والوحدات بيكون بالفريق والفريق بالنهاية 25 لاعب الان انت بدك تحدد موقفك لا بدك تروع على النادي لا ما تحكي بعد شهر ستة وشهر سبعة اي انا عارض حالي عن النادي والنادي بيحكي لي ما في مجال القيط ما ضلش مجال بالكشف الان انت بدك تحدد وبدك تتذكر وانت بتفكر في هذا الموضوع وبتفكر بالمبالغ المالية اللي بتطلبها الظروف المالية بالنادي بدك تتذكر ايضا تاريخك في هذا النادي وجماهيرتك في هذا النادي وشعبيتك في هذا النادي وانت حر وريدك تظل لك النجم اللي يشار إليه بالبنان وين ما رحته وين ما جيت هاي ناديك باستناك ناديك عارض عليك أنا ما بحكي للاعب واحد انا بحكي بشكل عام عن اللاعبين النادي لما بخاطب ابنه اللاعب اللي معه سنوات اللاعب اللي بنى تاريخه بالنادي اللاعب اللي يوقف معه في مراحل كثيرة من مسيرته يعني اوكي ممكن يجيك عرض اعلى شوائي من نادي الوحدات بس احيانا بديك تقدر هل بقائك في نادي الوحدات وينهاء مسيرتك حتى في المستقبل بنادي الوحدات يستحق بعض التضحيات المالية في هاي الظروف المالية الصعبة اللي بتمر فيها الاندي وخاصة نادي الوحدات انت صاحب القرار انت صاحب القرار النادي لما بخاطبك بخاطب ابنه لما الابن بده يضحي لازم يضحي عشان ناديه حقك تبحث عن عرض افضل لاعب عمره قصير في الملاعب هذا معترفين فيه حقك انك تبحث عن فرصة اعلى لكن ما بصير انت كمان لنت حاسب موقفك ولا انت جاي ولا انت مقرر اه او لا و بدك تحط نادي الوحدات لا اخر شيء اخر شيء ما ضبطش معك الاحتراف ما جانيش عرض عالي بروع انادي الوحدات ما اعتقد ان الامور رح تزبط هذا الموسم لأسباب رح احكيها لما احكي بفقرة الكشف الخمس وعشرين لاعب رح اوضحها ليش مش رح تزبط وبعدين تعودنا لما نادي الوحدات يخاطب ابنه ويخي له مباشرة الابن ييجع ويوقع مع ناديه انت نفسك مش رح تقدر ممكن ما تلقى مكان في نادي منافس بقوة نادي الوحدات اصلا لاندي منافسة للوحدات انهت تعاقداتها والكشوف اصبحت ممتلئة باللاعبين وبدك تظلك تستنى لشهر ستة وسبعة لما يجيك احتراف لا مش رح يستنى لك نادي الوحدات مع احترامي وحبي لجميع لاعبين لاعبين نادي الوحدات اللاعبين اللي هم بصمات في تاريخ نادي الوحدات اللي انا بتمنى ان اشوفهم مرة اخرى في نادي الوحدات وزي ما بل اشوف نادي الوحدات ينهو مسيرتهم في نادي الوحدات اسألوا اللاعبين زملائكم وصحابكم اللي اخر سنتين بلعبوا ما انهوا بنادي الوحدات اللي قضوا حياتهم في نادي الوحدات واخر سنة وسنتين طلعوا من نادي الوحدات كان بخيارهم او مش بخيارهم قديش حاولوا يرجعوا انا بحكي لكم لانه هذا بيتكم وهذا ناديكم اللي واجب عليكم وهذا جمهوركم اللي هتف باسمكم دائما ونادى باسمكم دائما وبطالب بالتعاقد معكم دائما لا تخذلوه لا تخذلوه ومع احترامي وتقديري لمهما كان قراركم بالمرحل القادم ينادي الوحدات نادي كبير لن يقف على لاعب نعم في لاعبهم وايثرين ومهمين ونجوم ووجودهم مهم لكن نادي الوحدات لا يقف على لاعب نادي الوحدات حاليا عنده اكثر من 12-13 لاعب شاب جاهزين ينطلقوا فانت قرارك بايدك ناديك طلبك وحكى لك تعال وقع حاول انك ما تخسر هذا النداء وما تخسر هذا الطلب وما لاحقا اتعض اصابعك ندم انه انت السبب عدم بقائك في نادي الوحدات وبالاخير ملاحكتش احتراف خارجي وما اضطرت تلعب بأندية انت يعني تعودت دائما تلعب بنادي بطولات وحكى احكي لك لأندية البطولات الثلاث بعتقد الأمور فيها يعني صعبة لانه 25 لاعب اشي صعب جدا انا ما بحكي يا اخوان عن منذر انا بحكي بشكل عام وانا هسا بحكي شوي عن تصريحات منذر كمان شوي وانا بفهمكم شو تصريحات منذر ف هاي الرسالة بتمنى تصل بتمنى تصل بشكل كامل لأبناء نادي الوحدات او اللاعبين اللي كانوا لعبوا مواسم مع نادي الوحدات ويتذكروا الشعبية الجارفة اللي صنعها لهم نادي الوحدات وفضل نادي الوحدات عليهم وهمية انه اللاعب يحافظ على جمهوره ويحافظ على مكانته عن جمهوره ويحافظ على اسمه بناديه اللي هتف له واللي عمله واللي خلاه نجم واللي هو له فضل كبير وكبير جدا عليه الرسالة اعتقد انها واضحة وواضحة جدا عشان نحكي بموضوع منذر تصريحات منذر انا ما بدي احكي اشخص الامور كثير انا بعرف منذر ابو عمارة كثير وبعرفه من بداياته هو شاب صغير بالشباب وبعرف انه واحد من اهم مؤلمة عن النجوم اللي اجوا على نادي الوحدات وهو من ابرز اللاعبين في تاريخ نادي الوحدات يمكن لو استمر من خمس سنين ما انقطعش عن نادي الوحدات عمل اشي كبير في النادي لكن انا ايضا بفهم انه منذر ما عرف يصرح انا ما بعلق مشنقته على تصريح الا انت حر كل واحد يقدر زي ما بده انا بحكي الكرة في ملعب منذر يعني سألته عن منذر هاي نادي الوحدات اذا عرض عليك ما تفرط بنادي الوحدات واللي عملك وهذا بيتك الاول وهذا حقك لكن انا بفهم منذر ما كان بده يحكي كان بده يقصر رسالة انه انا بستنى نادي معين يعني انا بستنى نادي الوحدات اعتقد هو ما رضي يحكي بستنى نادي الوحدات ما حكي كلمة الوحدات بالاسم حتى ما يحرج الادارة انه لسه فهذاك الوقت مش حكيم معاه لكن هو حكي بستنى نادي معين بستنى نادي الوحدات ما كانش موفق بطريقة التصريح ما كانش موفق بالتعبير لكن مش كل الناس عندها القدرة على التصريح بالطريقة اللي احنا بدنا اياها فهذا ملف انا ما بحاسب اللاعب على تصريحه ما بحاسب انا بحاسب اللاعب على موقفه عندما يجي يوقع مع النادي و لكنه إليه الحق يوقع و لا يوقع و انا بالحكي كمان اللاعب كما بريد اتعاقد مع لاعب ؟ هل هو هو هذا اللاعب بفيدني فنيا و لا م يفيدني فنيا انا بتعامل بنظام احترافي هذا اللاعب يفيدني انا اضطي التصريحة جانب اذا اللاعب يفيدني منذر قادر يقدم اضافه الوحدات انا بتعاقد معه انا من الناحية الفنية مؤمن في غير ممكن لا بس أنا مؤمن جدا إنه منذر فائده فائده ثنية كبيرة في نادي الوحدات ولاعب كبير جدا وموهوب إلى أبعد الحدود ولاعب عنده خبث كراوي واللاعب اللي عنده الخبث الكراوي مهم جدا وأنا بعرف ومقتنع إنه منذر أبو عمارة في الموسم الماضي في مرحلة الذهاب كان أفضل لاعب في فريق نادي الوحدات وهو اللي شغل الجناح الأيمن بجدارة واقتدار وهو اللي كان المهاجم الوهمي اللي كان هداف الفريق وهو تعرض لإصابة في بداية مرحلة الإياب وبعد الإصابة أصر المدرب قمز إنه ما يلعبه جناح يمين بسبب إنه جاب ديارة وكان جايبه كجناح يمين وكان في عنده أنس العوضات وهذا كان منذر رافض إنه يلعب مكان يروح يلعب يسار ولما لعبه يسار مكانه بمستوى هذا إشي آخر تاني لكن الآن أنا كمقتنع إنه فائدة فنية الآن هو الكرة في ملعبه الوحدات عليه إنه يبادر هذا ناديك لما يختي معك لازم تركض عليه هاي وجهة نظري هذا ناديك بش لازم تفرط فيه هذا ناديك وبيتك واللي عمل لك نجوميتك أنا بعرف معاناتك وانت شاب لما إحنا كلنا كنا نترجى الإدارة إنه تعيش توقع معك وتعدل لك عقدك نعرف لما كان راقك 500 أو 600 دينار وانت كنت نجم الفريق الأول وكنا نروح على الإدارة يا عمي تعالوا عدلوله وقع عقده عملوله عقده بـ 30 ألف دولار ومددوله 3 سنين وكان فيه دائما لما ينتهي عقده ولما انتهى عقدك أنت كنت نتأثر في هذا الموضوع وانعكس على مفاوضاتك في السنوات اللاحقة مع النادي نعرف هذا الحكي بس هذا بيتك وناديك ما تفرط فيه مش كل مرة تيجيك الفرصة هذه فرصة إليك أنك تضلك بيتك وناديك تستنى لشهر ستة بس ضي يعني أنت وغيرك حتى من اللاعبين تستنوا لشهر ستة لتشوفوا عروض الاحتراف يعني هنا هل يلقل أن نادي الوحدات يظلوا يستنى؟ مش راح يقدر يظل نادي الوحدات يستنى الوحدات بده أموره تكون واضحة بده يعرف تشكيلته بده يعرف اللاعبين فالرسالة إلك ولجميع اللاعبين ولجميع أبناء الوحدات لما يطرق الوحدات الباب لازم يكون الجواب منكم أنتوا أبناء النادي اللي له فضل النادي عليكم أنه يحكوا أمرا وطاعة أنا هاي وجهة نظري فبالتوفيق لكم وبالتوفيق طبعا لنادي الوحدات وبتمنى أن الرسالة واضحة واضحة في هذا الموضوع المحور الثاني هو بطول الدرع الاتحاد أول إشي أنا من الناس اللي مع إقامة بطولة الدرع بتمنى أنه الكلام يكون واضح جدا أنا مع إقامة بطولة الدرع إذا بنتقد طريقة إقامتها وملعب الإقامة هذا لا يعني أني أنا ضد إقامة بطولة الدرع أنا مؤمن لأن بطولة الدرع أهم سنة إقامتها هاي السنة ليش؟ لأنه أنت صلت من شهر في أندي من 15 في أندي من 11 ما لعبوا كرة قدم في لعيبة بالأندي مش متعاقدين وانتهت عقودهم أو عقودهم مستمري ما لعبوش تمرين 1 5-6 أنت خسرت فترة طويلة جدا من عدم لعب الكرة بحاجة أول إشي في ناس زاد وزنها كثير أنا شفت لعيبة وزنهم زايد بصراحة بدهم شهرين بس حتى ينزلوا وزنهم أنت بحاجة إلى مرحلة مرحلة طويلة من الإعداد قبل الموسم قبل الدوري أنت ما عملتش هاي المرحلة قبل الدرع الآن أنت اللي خسرته هذا الأشهر بده شهرين وثلاث لتستعيده إذا أنت لو توقفت أسبوعين وثلاث أسابيع زي زمان عادي بتعمل معسكر إعداد أسبوعين وثلاثة وكذا وبتشتغل أنت متوقف خمس أشهر يعني بدك تشتغل كثير وما بصير تروح على بطولة الدوري هي بتستعد مثلا نظلنا لاغين الدرع ونيجي قبل الدوري بشهر نعمل روح على بطولة الدوري مش رح تكون الظروف مناسبة ولا رح يكونوا اللاعبين بمستواهم ولا رح نشوف دوري كويس ولا رح يكونوا اللاعبين حتى كمان عرضة للإصابات فأنا مع إقامة بطولة الدرع الآن اتحاد كرة القدم أنا بفهم أنه ليش هو بده يعمل بطولة الدرع من مرحلة واحدة مرحلة نصف دوري 11 جوة وراء بعض هو أكيد بده يعود فترة الانقطاع أنه يلعب اللعيب بأكبر عدد ممكن من المباريات يا أخي أنا مع الاتحاد لكن لكن فيه إشي مهم جدا لما أنت بدك لاعب ينقطع كل هالأشهر الطويلة هاي ويجي يتدرب 20 يوم قبل بطولة الدرع وروح يلعب درع الاتحاد على ملعب الاتحاد نفسه أعلن بعد نهاية الموسم أنه رح تتغير أرضيت ولأنه أرضيته خلاص تعبت انتهت تيجي أنت وزارة الشباب ما بتعمل إعادة تغيير أرضية الملعب تيجي أنت تاخد الاندي الاثناش يلعبوا على الدرع 11 مباراة كل نادي هم مش مكتمل لياقتهم على ملعب هو مصيدي لللاعبين وتروح تلعب عليه كمان بطولة الدرع وبهذا العدد من المباريات وتزيد احتمالية الإصابات كلها بتزيد المباريات على ملعب الزرقاء بتزيد نسبة احتمالية الإصابات خاصة مع عدم اكتمال اللياقة البدنية فأنت بتودي اللاعب على فخ بتودي على فخ وفيه خطورة كبيرة يلعب كل نادي 11 مباراة بعدين فترة التوقف هاي الطويلة تيجي بعدين تقول لي أنا بدي لعب 11 جولة في شهرين وكل 3-4 أيام مباراة واللاعب مش مكتمل لياقته معناته فيه نسبة احتمالية كبيرة للإصابات احتمالية كبيرة انه اللاعب ما يقدر يكمل احتمالية كبيرة انه نخسر عدد من اللاعبين بعدين تيجي تحكي كل مباراة على ملعب الزرقة معناته ايش معناته يوميا فيه مبارتين على الزرقة يوميا يوميا فيه مبارتين على الزرقة اول شي هذا الملعب لانه عندك انت 11 مباراة لكل نادي فانت معناته 11 جولة معناته شهرين يعني شهرين او 70 يوم معناته انت ما بتلحق كل 3 أيام والرابع في مباراة لا هذا صوت اللابتوب بروحة اللابتوب فكل يومين والثالث 3 أيام والرابع في مباراة فيه ضغط على ملعب ترتان ارضيته استوات ارضيته انتهت الليوني فيها ارضيته صارت صلبي جدا ارضيته استهلكت لانه هو هذا الملعب جبل المحابل وبنلعب عليه اكبر عدد من المباريات دائما ودائما بطولة الدرع لكن بهاي الطريقة احنا بنهدد اللاعبين بالإصابات وبنهدد مسيرتهم والملعب أصبح خطر على اللاعبين بصراحة ممكن انت تعمل سيناريو تاني الاندي تتدرب مثلا بلشت تتدرب بواحد اربعة تتخلي الدرع بخمستاش خمسة مش بأربعة خمسة بدل ما تلعب كهيك لا قسم الاندي على الأقل مجموعتين وكل نادي يلعب له خمس مباريات في الدور الأول لانه بصراحة متعب جدا انك تلعب بهذه الطريقة انه هو غير الأجندة سابقا ودمرنا والآن بده يصوب والوضع صعب جدا التخطيط للمواسم ما كانش مثالي فهذا أكيد لكن ملعب زي ترتاني تلعب عليه كل نادي 11 مباراة في لعيبي راح يتمرنوا أسبوعين ونروحوا يلعبوا في لعيبي 20 يوم بعد 6 شهر توقف ونروحوا يلعبوا هذه مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا ممكن تخلينا نخسر لاعبين في البطولة بنيجي على بطولة الدرع ضبابية المواقف كمان بطولة الدرع راح تتبقى 4-5 حتى هاي اللحظة أنا اللي بعرف فيه 3 أندي بتتدرب فيصل أول نادي بلش تدريبات أنهل المرحلة البدنية دخل في تدريبات الفنية دخل في مباريات الودية أعتقد أنه أكثر الأندي ممكن يكون جاهزية شباب الأردن بجاهزية جيدة ومناسبة بلشت مرة قبل الأندي عشان البطولة العربية لعب مباراة مع موريتانيا بيلعب مباريات ودية عنده مباراة في ملعب الحسن مع نادي وموريتاني بتكون جاهزيته مناسبة عندنا نادي الرمثة من وقت اللي أعلم فيه أنه وسيم اللي بزور مدرب الفريق انتظم في التدريبات بصح ممنوع من التسجيل لكن باللعيب الشباب اللي عنده منتظم في التدريبات بتكون جاهزيته مناسبة لبطولة الدرع في أندي هتبلش بكرة والأسبوع الجاي موضوع شو الهدف من الدرع بنيحكي كمان شوية يعني ليش هاي الأندي لو تأخرت شو أهدافها من الدرع وفي أندي لسه ما عندها لعيبة في أندي بتتعاقد مع لعيبة بس ما بتسجيلهم لأن التسجيل لسه ما فتح والتسجيل بيبلش بشعارف بشهر أربعة نصر شهر أربعة أو آخر شهر أربعة ويستمر ثلاث أشهر بفتر أطول فترة تسجيل اللاعبين في الأردن يعني أنه ممكن أنت السجل اللاعب وممكن ما يعجبكيش تجيب لاعب ما يعجبكيش وتفسخ وتروح صحر لك لاعب ثاني وتجيب كل شي وارد في هاي الظروف الصعبة قبل انطلاقة الموسم طيب الأندي التسعة المحرومة من التسجيل خلينا نفترض في ناديين أو ثلاثة منهم حلوا مشكلة التسجيل الأندي الستة وفي منهم ما عندوش لعيبة حتى الشباب ما عندو عناصر شباب تكفي كيف راح يلعبوا الدرع هو محروم من التسجيل بسبب قرارات لجنة أوضاع اللاعبين قرارات المالية المطلوبة لللاعبين والمدربين طب إذا ما سجلوا لاعبين وما عندهم أسماء بأي فريق راح يلعبوا بطولة الدرع وما هو الحل إلهم بدك تلعب الدرع دك تروح تسجل اللاعبين تروح تقيد اللاعبين في الاتحاد شو هو الحل على إيش بتراهن على إيش بتراهن أنت يا اتحاد إذا هاي الأندي ما يدرة تسجل اللاعبين وعلى إيش بتراهن هاي الأندية إذا هاي الأندية مش مسجد اللاعبين في الموسم الماضي اتحاد كرة القدم سمح للأندية هنا تدفع 50% تعمل تسوية تدفع 50% من مبالغ اللاعبين والمدربين شكرا أخوي مجالي حبيبي بن الكرك سمح تدفع 50% وتسجوا اللاعبين ودفعوا فيه إشي ندفعوا فيه إشي يعملوا تسويات على 50% ولعبوا ولسه 50% الثانية تاعت العامة لسه ما ندفعت وأجاهم قضايا جديدة وعقوبات جديدة وقرارات جديدة وفلوس الموسم الماضي أجا فيها قرارات وفيه إشي لسه مجاش وفيه مؤتعات الموسم القبل الماضي المبالغ زادت على الأندية تيجي تحكيلهم إدفعوا 50% فيه أندية لو قلت لهم إدفعوا 50% ما معهم يدفعوا 50% وفيه أندية لو دفعوا 50% وموتوا 50% الثانيات راحوا كمان هدول السنة اللي بعدها ورجعنا على نفس القصة طيب شو ذنب اللاعب شو ذنب اللاعب أنه فلوسه أبو العبد يسعد مساك بخوي باسل شو ذنب اللاعب أنه الليله مصاري من سنتين وثلاث يجي بكرة اتحاد كرة القدم عشان يمشي بطولة الدرع يسمح للأندي بالتسجيل وهذا متفي منه هذا الحكي يعني ممكن يسير لأنه الاتحاد بالأخير بده يقيم بطولة فممكن يكون هاي القرارات إقامة البطولة وأنه الأندي يتشارك على حساب حقوق اللاعبين والمدربين السابقة اللي فيها قرارات لأنه بالنهاية الاتحاد ما بيقدر ما يلعب بطولة الدرع والأندي يتراهن على هاي النقطة يعني يمكن يقول لهم 50% يسعد مساك أخوي طارق ادفعوا 50% ممكن يواهقوا يمكن فيه 50% ما يقدروا فممكن يحكوا للاتحاد ما معنا ندفع فهاي الاتحاد يجي يحكي لهم سجلوا على حساب التضحية بحقوق اللاعبين والمدربين فلوس ناس هاي حرام يعني فيه ناس متدينة على هاي المبالغ فيه ناس كانت بشكات على هاي المبالغ يعني صراحة القرار صعب إذا حكيت للأندي حلوا مشاكلكم المالية عشان تسجدوا وتلعبوا في الدرع وبالدوري ما قدروش يحلوا قرار صعب على الاتحاد ما يعملش دوري يعني ما يعملش درع وإذا حكيت للأندي يسجلوا خلص لعدين بتحلوا مشاكل اللاعبين قرار أصعب لأن حقوق ناس وعباد ولاعبين ورواتب ناس يعني صراحة هذا موقف أنا شخصيا مش عارف شو الحل فيه رغم أني أنا أعتقد أن الحل رح يكون بالنهاية على حساب اللاعبين على حساب حقوقهم على حساب فلوسهم على حساب يعني هم رح يكونوا الطرف الأضعف في المعادلة ولا أتمنى ذلك لا أتمنى ذلك لأنه أنا هذه حقوق ناس حرام يعني يعني صراحة حرام بيجي واحد بيحكي لشمل أندي الاتحاد يدفع أنا باب أدافع على الاتحاد أنا كثير بانتقد الاتحاد على صفحة الفيسبوك وكثير أشياء بانتقد فيها الاتعاد بس ما اليوم مرة حكيت اللي بده يكون عنده نادي بده يعمل موارد مالية ما بصير ناس تيجي تعمل نادي وما عنده خطط مالية وما عنده موارد مالية بدك تكون عندك نادي أنت بدك تدبر أمورك المالية وتعرف شو هي مصادر دخلك هو ما بصير يكون مصدر دخلي سفر أنا أعمل نادي أحكي بيجيني من التلفزيون مئة ألف وبيجيني من الراعي مئة ألف وبيجيني ثلاثين أربعين ألف وأعمل فيهم فريق والداين كل سنة أربعمائة ألف وإنكسر بمئتين ألف وكل سنة يتراكم طب مش رح ينزل علي الوحي ويجيب لي مصاري بعدين يعني السماء لا تهط الأموال يعني الشتاء مش مصاري أنت بدك كيش بدك تكون عندك خطة ما هو أنت ما بصير أنا أعمل نادي يكون عندي نادي وما عندي موارد مالية لهذا النادي تحذي كرة القدم في كل العالم وجهة منظمة كل يعني هي جهة منظمة هي جهة منظمة ليست الجهة التي تنفق يمكن في معونات من وزارة الشباب يمكن يمكن بس هذه كلها مبالغ بسيطة فالموضوع صعب ومعقد كثير والحل اللي أنا أتوقع يكون موجود بالفترة القادمة رح يكون أحساب اللاعبين وأحساب حقوق اللاعبين إما أنه يفرضوا عليهم يدفع جزء من المبلغ وإما أنه يحكولهم سجله وبعدين بحلها ألف حلال لكن وأعتقد في اجتماع الأموال غدا اللي رح يقام في نادي الحسين كل الاحترام طبعا لنادي الحسين والتقدير لمنظومة نادي الحسين رح تطرح الأندي الممنوعة من التسجيل أنه تقدم مطالب للاتحاد أنه يسمحوا لها بالتسجيل وقبل أن يعني يسمحوا لها بالتسجيل ويأجلوا الدفع أو يسمحوا لها بالتسجيل مقابل نسبة من الدفع والاتحاد رح يكون بموقف صعب وصعب جدا في هذا الموضوع لأنه أي قرار رح يكون صعب إما قرار أنه الأندي هاي مش رح تقدر تلعب أو قرار أنه حقوق اللاعبين باي باي في المش مش بصراحة يعني كيش حال ثالث الموضوع الثالث كتبت عنه منشور سابقا وأنا الآن بعيد بوضح أكثر قبل ما ندخل في مرحلة الوحدات أو مرحلة الأندي والتعاقدات موضوع أزمة الملاعب أخوان نحن نعرف أنه ملاعبنا تابعة لوزارة الشباب باستثناء أستاذ الملك عبد الله تابع لملعب تابع أستاذ الملك عبد الله لأمانة عمان الآن يا أخوان أنا حسب معلومات إلي بعرفها من بعض الناس في الأمانة بدون ذكر أسماء أنه هذا الملعب وأنه مدينة أستاذ الملك عبد الله في عندها مشاريع مشروع سابق ورح يطرح أو بلش يطرح عطاءاته تطوير الملعب تطوير الملعب ومنها تغيير أرضيته تطوير الملعب وعادة زراعته وتطوير مرافق الملعب وأنه هذا المشروع رح ينتهي بنهاية شهر 12 بداية شهر واحد وهذا قرار خاص للأمان وأنه الملعب خاص للأمان ونعرف أنه هذا الملعب يتحمل جزء كبير جدا من مباريات أندية عمان التي تقام على هذا الملعب وهو الملعب المنجل الثاني كعمان أستاذ عمان أستاذ الملك عبد الله وهذا يعني أنه رح يكون مشكلة كبيرة رح يواجهها اتحاد كرة القدم في التعامل مع غياب هذا الملعب حتى نهاية مرحلة الذهاب هلا هذا هيك الخط المخطط لا أعرفش بكرة إذا صار تغييرات لكن أنا بعرف أن الملعب رائع على الزراعة من جديد ورائع على إعادة مشروع تطوير مرافق الملعب طيب عندنا الأندية الجماهيرية في عمان مثل الوحدات والفيصلي ما بتقدر تنقلعب مبارياتهم على أي ملعب في عمان غير لا بيلعبوا بالقويسمة لا بيلعبوا بأستاذ عمان ما بيستوعب جماهيرهم أي ملعب آخر ممكن أنت بعض الملاعب زي البطرة وكذا تستقبل مباريات الأندية الأخرى في عمان لكن كم مباراة ممكن يستقبل أستاذ عمان في الموسم علما وهذه مهمة أنه بشهر تسعة رح تنطلق بطولة آسيا أبطال الدوري وأبطال الكأس وممكن يكون عنا أكيد رح يكون مش ممكن أكيد رح يشارك الوحدات والفيصلي ممكن يشاركوا اتنين في أبطال آسيا وممكن الوحدات يشارك في كأس الاتحاد الآسيا والفيصلي مؤكد في أبطال آسيا الوحدات إذا ما تأهل بالملحق يشارك بكأس الاتحاد الآسيوي القويس ممغلق رح يختاروا التنين يلعبوا مبارياتهم أستاذ عمان بينما لو مثلا اتأهل الوحدات في أبطال آسيا وتأهل الحسين الحسين سيختار أستاذ الحسن طيب لما يكون عندك في الأسبوع يجي عندك أسبوع يكون في مبارتين في نص الأسبوع للوحدات والفيصلي على أستاذ عمان في آسيا في بطولة آسيا في بطولة الأندي الآسيوية وعندك في بداية الأسبوع وفي نهاية الأسبوع مبارتين بالدوري ومش رح الأندي رح تطلب أكثر من مبارتين لأنه أستاذ القويس ممغلق لو افترضنا مبارتين مش رح يستوعب أستاذ عمان يلعب عليه أربع أو خمس مباريات في الأسبوع وبالتالي رح تكون مشكلة كبيرة جدا لجميع الأندي لجميع الأندي لأنه ممكن حتى في أسابيع الاتحاد أسابيع البطولات الآسيوية الأندي الجماهرية ما يطلع لها يتلعب على الملعب فراح يكون مشكلة وكبيرة وعويصة لجميع الأندي طيب طب الوحدات والفيصل لم يلعبوا أستاذ عمان شو الملعب المناسب لهم أكيد رح يختاروا ملعب الأمير هل أختاروا عمان التانيين ما أستاذ عمان مش متوفر طب حينقلوهم أستاذ الحسن هل سيستوعب أستاذ الحسن هذا الكم الكبير أيضا من المباريات الأندي اللي لحد طالب يكون ملعبها أيضا داقي الأندي اللي لحد طالب يكون ملعبها أيضا أستاذ عمان في ظل إغلاق لو تم إغلاق ملعب لقويسمي هل سيكون من الاتحاد لا نستطيع يعني الموضوع صعب نحن جايين على موسم صراحة العنوان أو المكتوب مبين من عنوانه كله مشاكل لا ملاعب ولا بنيو تحتية ولا قدرة على التعاقد مع اللاعبين وأندي محرومة من التسجيل وربنا يستر فأتمنى أن يكون في حل لقويسمي ولا يتم إغلاقه هلأ ملعب الصلط يقول لي أبو عبد الله جاهز ملعب الصلط يعني لو ما بدك تروح تلعب له واختروه أندي بدك تلعب عليه مباراة ومبارتين بالأسبوع ما بستوعب ملاعب العش بنا تلعب عليها خاصة ملاعبنا يعني ناكتلعب عليها أربع وخمس مباريات في الأسبوع فملاعب العش ما بتتحمل فما بعرف شايف أنا أن أستاذ الأمير محمد بالزرقاء المهترئ رح يكون الحل عند اتحاد كرة القدم في إقامة معظم عدد كبير من المباريات وترحيل أكبر عدد من المباريات طبعا أنا لو لو تم إعلان رسمي لإغلاق ملعب لكويسمي رغم أن أنا 90% رح يتم إغلاقه برحلة الذهاب أعتقد أن الوحدات مثلا نادي جماهيري عليه أن يطلب مباشر أستاذ عمان وأستاذ الحسن لأنه ما في ملاعب ثاني بتناسبه أعتقد الفيصل زيه فالموضوع مش رح يكون سهل على الاتحاد إخوان الآن نحن نحن نحكي بعنوين رئيسية لأنه نحن رح ممكن نوضح لاحقا لما نشوف التعاقدات وإكتمال الفرق ممكن رح نيجي نناقش الفكرة فكرة الفريق وففية مشروع أي فريق الوحدات أعلم قبل أسبوع أنه تعاقد مع المدير الفني البوسني دارقا أنا إذا بدك تسألني شخصيا شو رأيك في المدرب أنا لم أحضر في أي يوم أي مباراة قادها المدرب لذلك ما بقدر أحكي رؤية فنية خاصة فيه بالمدرب ما بقدر آجي أحكي وما أتوقع شو بأتوقع للمدرب لأنه هذا بعلم المجهول لكن مثلا أنا من الناس اللي كنت حاب يكون مدرب محلي يمكن الظروف ما ساعدت أن يكون مدرب محلي في ظل صعوب ذلك ممكن مدرب عربي اشتغل في الأردن كان صعب ما بعرف يعني كالظروف هلا أنا لما بدي آجي لما كتبت الخطر قرأت السي في هلا المدرب إحنا حاليا نتعامل مع سيرة ذاتية نتعامل مع السي في السي في مدرب اشتغل مع الشباب وهذه أكثر أكثر إشي عجبتني يعني ليش أكثر إشي عجبتني لأنه هو اشتغل مع درب منتخب بلاده للشباب ودرب منتخب الأولمبي لبلاده ومنتخب البوسنا والهرسي فإذن هو تعامل مع شباب والوحدات مقبل على مرحلة فيها تصعيد عدد كبير من الشباب ممكن تكون هذه إيجابية كبيرة لو المدرب فعلا قدر يرفع وينجح أكثر من لاعب شاب النقطة الثانية أن المدرب يمتلك شخصية قوية هذه أنا كيف عرفتها عرفتها من خلال حوادث السابقة قرأتها على الفيسبوك أي قرأتها على المواقع وشفت مقابلات إله ومشكلته الشهيرة لما كان متصدر مرحلة الذهاب مع كادمة أنه رفض فرض عليه لاعب جناح وهو بده لاعب مهاجم واتطر وطلع وانتقد مسؤول كرة القدم في النادي وحكى يدرب بدالي وتمت إقالته على هذا التصريح فبالتالي هذا يعني أنه تاخد منها مؤشر أنه ممكن هذا المدرب لي مش بالسهولة أنك تفرض عليه قرار وهذا أنا أشوفه مهم في عمل أنديتنا أنه المدير الفني يكون صاحب قرار وأتمنى أنه هذا الحكي اللي شفناه والخبر أنه يكون فعلا سياسته الحقيقية تدريبه لكادمة تدريبه للعربي يعني عنده خبرة بالأندي العربية الآن نجاحه أو فشله ما بقدر أحكم عليه كيف بتصرف في الملعب كيف قراءة الفنية ما بعرف ما شفته ما حضرت له مباريات الصعوبات في مهمته أول صعوبة في مهمته اختيار اللاعبين ليش أنا كنت بحكي بحب أنا مدرب محلي أو مدرب من المنطقة لأنه هو ما بيعرف اللاعبين أنا فرجيني على الفيديو أنا مش مقطع بهذا الإشي لذلك أنا بحكي قديش يكون في عنده مستشارين حقيقيين يساعدوا باختيار اللاعبين والبركة بالكبتر رأفة العلامة ما شاء الله عليه ممكن يكون فيه له فائدة لاحقا على الفريق لأنه مش بالسهولة مدرب ما بيعرف اللاعبين هلا ممكن يتدربوا معه مجموعة من اللاعبين لكن فيه لاعبين تانين مش هيتدربوا فيه لعبين متعاقدين ثاني اشي توفيق من ربنا يعني ما بتعرف يعني إذا كان احنا بعرف انه الوحدات دايما بده مدرب عنده شخصية إذا هذا المدرب فرض شخصيته وقدر يتعامل وقدر يجمع اللاعبين بنجح أنا هاي كثير اشياء بعرفها بتاريخ الوحدات شخصية المدرب مهمة فإحنا بنا نتمنى له التوفيق وبنا لاحقا نقيم العمل لاحقا لما نشوف المباريات ونشوف كيف بتصرف في المباريات وكيف بتعامل مع اللاعبين وأنا بدي أحكي لو جبنا أحسن مدرب في العالم وما جبنا أدوات لاعبين مميزين إحنا ما عملنا إشي ولو جبنا أحسن لاعبين وما كان مدرب كفو إحنا ما عملنا إشي فهذه منظومة عمل جهاز فني عالي لاعبين لازم يكون مستواهم عالي بيقدروا ينافسوا الحاليا المنافسة في الوردن من زي زمان المنافسة الشرسة فيصل جاهزية عالية جدا من الآن والحسن عنده أفضل جودة لاعبين حاليا للموسم القادم وهو واضح الخطى أنه داخل الموسم للمنافسة فأنت عندك الآن منافسة شرسة الإداريين اللي معاه بالفريق مدير يكون فيه تعاون ويشتغلوا كمنظومة والدعم الإداري فهذه هي أشياء اللي بتنجح أي فريق إذا هاي المنظومة اشتغلت صح بتقدر أنت تحكي ممكن أنا أبني فريق ينجح ويحقق البدنيات فإصدار الأحكام المسلقة صعب لكن أنت الآن تتمنى التوفيق يعني المدرب بالنسبة لي أنا أعتبر المدرب اللي بشتغل بس مدرب أنا بالنسبة لي ما بنجح المدرب هو القائد هو القائد وهو اللي بخطط هو بخطط لكرة القدم لو نذهب إلى الأندي الكبير في العالم نرى جوارديولا هو يعتبر رئيس النادي بخصوص كرة القدم يعني هو صاحب كل الخرارات بكرة القدم في النادي يعني هو مدرب وقائد وكل هذا المدرب اللي بنجح خاصة عندنا في الأردن فأتمنى أنه يكون عنده شخصية المدرب القائد زي ما سمعنا زي ما قرأنا وأنه ينجح وأنه يتوفق في اختيار اللاعبين اللي بناسبوا منظومته هلأ واحد يأتي بحكي طيب هو هيلعب الدرع الصفوف مش واضحة والتعاقدات مش واضحة طيب ماشي أوكي الوحدات هيبدأ بواحد أربعة مية بالمية مش بمخططاته الدرع كمنافسة بدون ما أسأل لسبب مهم كثير أنه أول إشي عنده لاعبين ممكن موقع محهم وهلأ بلعبوا بره الأردن هيرجعوا بشهر ستة وشهر خمسة وشهر سبعة ثاني إشي فيه ممكن تعاقدات بتبلش بشهر ستة وسبعة أو آخر خمسة يوجد اشي مهم في الوحدات مهم جدا أنه عنده أكثر نادي عنده مجموعة لاعبين شباب مميزين حاليا يعني كيف أكثر نادي ونادي عنده في المنتخب الأولمبي أربعة نادي عنده في المنتخب الشباب سبعة ثمانية عنده المنتخب الأصغر ممكن يعمل منهم توليفة مع اللاعبين اللي ظلوا في النادي مع اللاعبين اللي تعاقد معهم النادي او حيعلن تعاقد معهم وجاهزين يلعبوا حاليا يعمل منهم توليفة ويختبر جميع هؤلاء اللاعبين الشباب ويعرف هو شو بده من هؤلاء اللاعبين الشباب في لاحقا بعد بطولة الدرع مين منهم رح يكون عنصر ممكن يعتمد عليهم في المرحلة اللاحقة فهي مرحلة ممكن تكون بطولة الدرع استكشافية وتحضيرية مش يعني ما تنافس لا لكن الهدف الرئيسي الاول قبل المنافسة انك تمنح اللاعبين الثقة ويشوفهم المدرب ويعرف شو بده منهم ويعرف مين بدي يصعد منهم وممكن تكون هذه فائدة فائدتها اكبر لاحقا للفريق ف يعني انا اعتقد ان بطولة الدرع هي فعلا تحضيري كثير بالنسبة للوحدات وكثير من الاندي يعني لو جينا على نادي الحسين بالتركيبة بالاسماء بالنجوم اللي عنده عنده حاليا اكثر من 25 كل مركز فيه اثنين وثلاثة ولعيب السوبر ستار صراحة يعني طب هلا نادي الحسين لا بلشش تدريبات اسمعت وانا بالبث انه اعلنوا على المدير فني انا مش متأكد كتب لي او قصي الحبيب عنده لعيب معارين مش رح يكونوا موجودين معاه في بطولة الدرع معارين يعني رح يجوا يمكن يجوا في نصف بطولة الدرع او آخر بطولة الدرع شو كح تكون اهدافهم منافسة في الدرع ولا التحضير للموسم هو اقرب للتحضير للموسم لكن هو هيكتمل الفريق بعد بطولة الدرع وهذا متوقع يكون بالوحدات هلا الفيصل عنده نفس الشيء بس عنده جاهزية اكثر عنده لعيبي اكثر جاهزين يلعبوا حاليا لكن عنده بعض ثلاث اربع لاعبين ايضا موقعين مع النادي لكن هم ايضا عندهم اعارات حاليا في الخليج بيرجعوا فمش رح نشوف ولا نادي من انديت القمة مبتمل الصفوف في بطولة الدرع هذه لازم نعرفها لانه اللعيب اللي يلعبوا بالدوري العراقي بيرجعوا ببداية شهر سابعة اللعيب اللي يلعبوا بالسعودية واللي يلعبوا بالكويت بيرجعوا بأواخر خمسة اللعيب اللي كانوا بفلسطين خلصوا بيرجعوا الان يتعاقد معهم الوحدات وراح سجلهم بفترة القيد بيقدروا يلعبوا وهم بيكونوا جاهزين لانهم من قطعوش عن كرة القدم ممكن يكونوا فائدة اللعيب الوحدات عنده اكثر من اللاعب كان يلعب بفلسطين في مقدمتهم الكابتن فراص شلباية واحمد ثائر واحمد الياس ما بعرف انا شو موقفه ما بعرفش مين يعني هيكمل انا شو موقف اللاعبين حاليا في المرحلة القادمة وفي مجموعة من اللاعبين فكل مرحلة لها ظروفها فبطولة الدرع بعد فترة التوقف الطويل بعد عدم توفر اللاعبين انه يكونوا جاهزين يشاركوا كلهم من بداية بطولة الدرع غالبا رح تكون باتجاه البطولة التخضيرية والاعدادية واكتشاف اللاعبين وتجريب اللاعبين واختيار اللاعبين رح يكملوا المهمة بنيجي عن موضوع الكشف 25 لاعب هاي الجملة مهمة جدا تفكر فيها الاندي الكبيرة الاندي الكبيرة خاصة الاندي اللي بتنافس على البطولات واللي مرشح يكون عندها لو تيجي تحسب اللاعب اللي عندها حاليا واللي بتفاوضهم واللي بدهم يجوا رح يصل لعدد 30 لاعب بالأخير مش رح تقدر تسجل إلى 25 لاعب على سبيل المثال بدي أبدأ بنادي الوحدات نادي الوحدات يا أخوان عنده اللعيبة اللي كانوا في بطولة سنة 19 في الموسم الماضي الان أمام خيارين اللي بيصعد بلعب بالفريق الأول بيصعد بتحطه بالفريق الأول اللي ما بدك تحطه بالفريق الأول احتمالين اما التحرير أو الإعارة وفي عندك غيرهم 3-4 لعيبي كانوا منتخب أولومبي فالوحدات في عنده 12-13 لاعب الآن بدي يقرر كم لاعب منهم بدي يروح على الفريق الأول لأنه لو ما راهوا على الفريق الأول رح يروحوا الخيار التاني الإعارة أو التحرير لذلك الـ 25 موضوع مهم إذا أنت بدك ترجع 5-6-7 من أبناء النادي وعندك 3-4 عقودهم سارية وتطلع شباب وتجيب 7-8 من الأندية وتجيب 3 محترفين هاي 30 لاعب فبش راح تزبط معاك فعشان هيك كل تعاقد مهم يجب أنه يثري الفريق يجب أن يكون فيه توقيق في المكان وحسب المراكز اللي بيحتاجها الفريق لأنه كمان نتكوّم لاعبين بنفس المركز هيعمل لك مشكلة على حساب مراكز أخرى في الملعب فالموضوع مسهل الموضوع تبدأ الآن في لاعيبة مثلا نعرف أنهم وقعوا مع الوحدات من خلال إعلانهم النادي ما أعلن لما يعني مثلا قرأت مقابل لحسان زحراوي متشوق أن يلعب مع الوحدات إذن هو موقع مع نادي الوحدات موالي قبل ذلك صرح إذن هو موقع مع نادي الوحدات وعدد من اللاعبين نفس الشيء الآن أنت بدك تشوف هاللاعيب الموقعين المدرب بدون يختبرهم مثلا اللاعب أبناء النادي هل سيرجعوا؟ لدينا من أبناء النادي في راس شلباية لأنا بتوقع أنه يرجع لاعب يعني مهم في نادي الوحدات ومكانياته عالية بصراحة لدينا منذر أبو عمارة لدينا أنس العوضات لدينا أحمد سمير هؤلاء أهم اللاعبين لدينا أحمد ثائر لدينا حارس المروع عبد الله الفاخوري لدينا أنس العوضات يعني هناك مجموعة وممكن نعرف موقف بهاء فيصل هل سيحترف هل سيكمل طارق خطاب هل سيرجع على النادي يعني كيف العدد اللاعبين اللي أنت ممكن ترجحهم عدد كبير هل رجاء عايد مثلا سيكمل احترافه هل سيرجع هل صالح راتب هل سيرجع فأنت يفروض أنك تفاوض هؤلاء اللاعبين من الآن تعرف موقفهم عشان لما تيجي تختار منهم أو تختار حدا غيرهم لأنهم موقعوش تكون أنت ماخذ بالأسباب وأنه اللاعب اللي ما أحسم موقفه مش النادي اللي ما أحسم الموقف لأنه في عندك كمان كلام عن سبع تمن لاعبين زي بوكبة مثلا زي موالي زي حسان الزهراوي واسمعنا عن أبو الجزر أسماء كثيرة يعني سمعنا سمعنا كمان عن الصغير سمعنا عن فادي النطور سمعنا عن أسماء كثيرة سمعنا عن المحمود شوكة ابن النادي السابق يعني فيه أسماء كثيرة فمش رح يزبط أنك ترجع 7-8 لعيبة من أبناء النادي وتجيب 10 لعيبة من برا وعندك 12-13 لعب شاب مش هيستوعب فس 25 لعب يستوعب الكشف فهذه لازم النقطة تكون واضحة ولازم المدرب يعني يكون فيه المستشارين يعني فعلا زي ما حكينا الثقة كبيرة في الكابتن أبو إبراهيم أنه فعلا يساعدوا في هذه المرحلة في مرحلة اختيار اللاعبين ومرحلة أنه الموازنة في اختيار اللاعبين مش أنه الكشف مش هيستوعب يعني فيه عندك مجموعة لاعبين شباب العام الوحدات الآن من الموسم السابق فيه عنده كم لاعب موجودين في النادي أصلا قبل ما يخلص عقودهم كانت أكثر من موسم فيه مقدمتهم أحمد يسريو اللي بتمنى أنه يكون فيه قرار بالأسبوعين الجايات لصالحه يا رب وأنه يرجع على الملاعب فيه عندنا مهند أبو طاها هو من الشباب من المجموعة اللاعبين الشباب بس هو لاعب فريق أول فيه عندنا مثلا قلب دفاع المنتخب الأولومبي دانيال عفاني موجود بالفريق عندنا عمر المناصرة موجود بالفريق من أول عندنا يمكن خمس لاعبين موجودين أو ست لاعبين موجودين من أول في تريلا مودا فيه يعني فيه مجموعة خمس ست لاعبين فمع اللاعبين اللي انت بدك ترجحهم من أبناء النادي مع لاعب زي زيت جابر قرأت له تصريح أنه رجع لنادي الوحدات يعني عندنا مجموعة صار من اللاعبين مع اللاعب فأنت بدك تعرف تختار الخمس وعشرين صح وأنا بحكي الإختيار حسب النجومية إما لاعب شاب نجم موهوب أو لاعب نجم قادر يكون له بصمته في الملاعب يعني أنا مش مضطر أعمل تعاقدات مع لاعب مش رح يكون بمستوى حجم نادي الوحدات فيه لاعبين مهمين أيضا كمان بالدور العراقي زي أحمد أبو حشيش مش معروف موقفه فيه أقاويل كثيرة أنه أكثر من نادي زي الحسين مثلا بفاوضه زي وكيد الوحدات بفاوضه فيه أكثر من لاعب مهند خير الله مش معروف موقفه فتكوين الفريق بده يكون بده دراسة لأنك أنت بالأخير بدك 22 لاعب إذا قررت تجيب ثلاث محترفين بدك ثلاث محترفين وبدك حراس مرمى الوحدات الآن عنده الحارس الشاب الفلوجي بده حراس اثنين افترضنا أنه أحمد عبدالسطار بهاي الفترة ضرورة بلاعب حارس خبرة يكون موجود ويجدد مع الفريق لأنه أنت مش عارف موقف كمان الفاخوري فلو افترضنا عبدالسطار الفاخوري جدد احترافه ما رجعش بدك كمان حارس فإنت بدك ثلاث حراس وثلاث محترفين ستة بضل 19 لاعب وعندنا مهنة سمرين كمان موجود بالفريق ورجع من الإصابة فعدد اللاعبين بده دراسة ودراسة متأنية ومعمقة حتى لا يقع الوحدات في فخ انه يفرط بلاعب مهم على حساب لاعب اتعاقد معه يمكن مش بالمستوى أو مركزه متخم لأنه عندك الآن صار أكثر من لاعب جناح شمال وممكن انت صير تحكي بده وديت شمال يلعب يمين يعني لكن التخصص مهم جدا ويسفيد الفريق أكثر يعني مثلا نادر حسين يعني ضربنا المثال الأول نادر الوحدات نادر حسين نادر حسين مع آخر أخبار المرجحة مثلا زي إحسان وغيره من اللاعبين ممكن صار عنده 24 أو 25 لاعب ولسه مجابش المحترفين ولسه بفاوض لاعبين فهو بالنهاية مش رح يكمل رح يروق يعني اللي هيزيد عن 25 لاعب برضه هيطلع فما بقدرش الواحد يحافظ على مجموعة اللاعبين يعني بقدرش يحافظ أبو العبد بحكي لي أنه هسا أحمد سمير صنع هدف أنا يعني شهادتي مجروحة في أحمد سمير لأنا بحكي بالأمور الفنية مليش بأي أمور أخرى فأنا بالنسبة إلي أعتقد أنه أحمد سمير مهم جدا لنادي الوحدات ومش بالسهولة الوحدات يعاوضه هلأ مشكلة العام أنه أحمد سمير كان نجم في أبطال آسيا نجم في هذا رجع لعبو مركز ثمان يتراجع مستوات أحمد سمير خلف المهاجم مهم جدا مهم مهم جدا هلأ منشهة نظر المدرب والأخير هي وهو صاحب القرار هو اللي رح يتحمل مسؤوليته هو حنشوف هل بقدر يعاوض أو لا أما بالنسبة إلي اللاعب مهم جدا ولا يمكن صراحة في ظل المنافس الشرسي مع الأندي تستغني عن خيار لاعب زي أحمد سمير الحسين عنده مثلا صار العدد 25 بده يجيب محترفين يمكن يجيب لسه محليين فهذا كل ما بده يجيب لعيبة بده بالأخير يضحي بعض اللاعبين فأنا هو عنده تكامل صراحة بالمنظومة والفيصل لنفس الشي يقترب على 25 اللاعب لسه فيه محترفين فالموضوع الآن التعاقد بده يكون مدروس مدروس وبعناي فائقة جدا إحنا لما يبلش الأندي تعلن إما الوحدات يعلن عن تعاقدات وممكن يناقش هذه التعاقدات الآن ما بدنا نستعجل لندخل في هذا الموضوع بالنسبة لنادي الحسين أنا حكيت عنه أكثر مرة أنه منظومة العمل عالية جدا حاليا وأنه قيمة التعاقدات عالية جدا يعني قيمة التعاقدات الفنية يعني من جود الفنية عالية جدا يعني اختصر الموقف لما بيكون عندك إبراهيم سعادي في نص الملعب وهم عابي تانك وأمامهم مصعب اللحام وعندك حمز الدردور وعندك فارز غطاشة وعندك رح يجيبوا مهاجم محترف وفيه أخبار عبدالله العطار جدد وفيه أخبار عن نجم كبير فمنتخبنا الوطني في الأمام قريب خط الدفاع متكامل أنا ما بدي أحكي قبل ما يعلنوه عنده حارسين مستواهم عالي فهو عنده لأظهر كل ظهير له بديل قوي فيه تكامل كبير بالفكرة الفنية الآن بدهم القائد المدير الفني اللي بمشي هاي الأمور وأنا ضد مقولة إنه هذا نادي مش نادي بطولات لا حالياً كرة القدم فلوس مصاري بزنس ادفع جيب تنافس أعكي لكم شغلة طبما لما الحسين يعني أنا وحداتي بالنادي الوحدات شيروا الحسين لما كان الوحدات والفيصلي يتنافسوا وهم كانوا أكثر ناديين يدفعوا فلوس كان كل واحد يدفع مليون دولار تعاقدات لاعبين عشان هيك كانوا يجيبوا أحسن لعيبي في البلد وما حدا يقدر ينافسهم الحسين عم بيجيب أحسن لعيبي في البلد فهذا حق مشروع لكل نادي وهذا لازم نحترم كل الأندي لأنه فعلاً البطولة الآن ثمنها فلوس والذي يحكي غير هيك بحكي له لا البطولة ثمنها قديش بتدفع انسيت أحكي عن لاعب في الوحدات مهم اللي هو عامر أبو جاموس يعني أنا صراحة هذا اللاعب موهوب كثير ومن أهم اللاعبين رح يكونوا في البلد وبتوقع له مستقبل زي مستقبل إبراهيم سعادة نجم قادم يعني أنا سعيد أنه حيلعب الموسم مع الوحدات بس أنا ضد أنه يلعب موسم لأنه هذا الموسم اللي رح ينطلق فيه الموسم القادم هو مش مع الوحدات هو حيرجع على الجزيرة هاي نقطة تحفظة فقط على هذا التعاقد أما من القيم الفنية اللاعب قيمته الفنية عالية لكن لاعب الشاب عمره 21 سنة يلعب موسم يرتفع فيه وتزيد قيمته بالآخر مش إلك والله فادي عباسي ما بعرف منين جبت معلومة العرسان للفلسان بدون إعلار رسمي ما بقدر أحكي أحمد العرسان صراحة من أهم اللاعبين من أهم اللاعبين الموجدين داعب صاحب حلول رح يكون مؤثر في النادي البروع عليه يعني يعني أحمد العرسان ما بنقدر نحكي إلا أنه رح يكون مؤثر على النادي البروع عليه طيب أنا كنت حاكي أيضا عن موضوع مهم موضوع ممتخبنا الوطني هذا الموضوع عمل جدل كبير يعني أنا من الناس اللي كتبت في هذا الموضوع وعمل جدل كبير عن اختيار منتخب فيتنام وفيه ناس مش قادر يعني تعرف الفكرة اللي أنا حكيت فيها كويس مش قادر تدرسها كويس أول إشي أنا لا يعني أني أنا حكيت أني أنا مقتنع أنه صح نلعب مع فيتنام أني أنا بحبش منتخبنا يلعب مباريات قوية بالعكس أنا بتمنى منتخبنا يلعب أقوى المباريات وعمل منتخبات أقوى منه ويستفيد منهم لكن بطولة بشهر واحد أنت داخل أنت والبحرين على صراع منافسة مين هو في المستوى الثاني والآن رح أحكي لكم شو الفرق أنك تكون مستوى الثاني أو مستوى الثالث منحقق أنك تختار مباراة تخليك في المركز الثاني في المستوى الثاني ليش تكون بالمستوى الثالث أنت كلمة بالمستوى الثاني أحسن من أنك تكون بالمستوى الثالث هاي من حيث أنه أنت في القرعة قدام العالم مستوى ثاني في آسيا مش مستوى ثالث في آسيا قيمتها المعنوية عالية قيمتها الثاني اللي هي الأهم قيمتها الثاني اللي هي الأهم اخوان احنا بنعرف انه 24 منتخب بتقسموا على ست مجموعات مستوى اول مستوى ثاني مستوى ثالث مستوى رابع المنتخبات المستوى الاول يعني كل مجموعة بديكون فيها مستوى اول واحد منتخب مستوى ثاني منتخب مستوى ثالث مستوى منتخب مستوى رابع طب احنا لما ضمننا المنتخب ان نكون في المستوى الثاني احنا تجنبنا انه نلعب مع منتخبات المستوى الثاني اللي هم العراق يعني مش رح نكون مع العراق في مجموعة مش رح نكون مع الإمارات مش رح نكون مع سلطنة عمان مش رح نكون مع الصين ولا رح نكون مع أسبوكستان والمنتخبات اللي ذكرتها فنيا غالبا أعلى من منتخبنا فإنت من حقك أنك تتجنب ناس أعلى منك يعني يكون في منتخب مستوى أول مستوى أول رح تلعب رح يكون في مجموعتك إما السعودية أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا أو إيران لكنك تجنبت ان يكون في مجموعتك العراق الامارات عمان الامارات الصين اوزباكستان يمكن احنا متقاربين اكثر مع عمان والامارات بس هدلك اقوى مننا بصراحة المستوى الثالث بس رح يكون معك منتخب من المستوى الثالث مين هم هذول المستوى الثالث البحرين السوريا منتخب الفدائي منتخب لبنان وكرغزستان ونفسه فيتنان يعني ممكن هاي الامباراة الفست فيها على على فيتنام تخلي فيتنام معك في المجموعة يعني تخيل تجيك القرعة وتجيبك مع فيتنام الآن صار احتمال ان فيتنام تكون معك في المجموعة نفسه وهي يعني انت اضمنت منافس اما اقل منك شوي او اقل منك بمراحل وتجنبت انك تلعب مع منتخبات اعلى منك شوي او اعلى منك بمراحل لان اوزباكستان اعلى منك بمراحل والصين اعلى منك بمراحل والعراق حاليا اعلى منك بمراحل هذا الواقع اذا عندكوا واقع مختلف احكوه انتو كلكم بتحكو فيه تراجع لكم استقرأة القدم الاردني طبعا المستوى الرابع الهند والتواجستان والتايلاند وماليزيا وهونج كونج واندونيسيا طبعا مباراة واحدة تلعبها مع منتخب سهل وتكون في المستوى الثاني اوكي سامحي لك عادي هذا الصح لكن بعد ذلك عليك ان تختار مباريات قوية لان القرعة بشهر خمسة هاي اخر مباراة خلاص انت ضمنت مستوى رابع اروح اختار الان منتخبيات قوية تستفيد منها فنيا هاي المباراة على لغة التاجر بكسب فيها بصل لمرحلة معينة بعدين بلعب مباريات قوية واعتقد ان الاتحاد اعلن عن بطولة رباعية مع منتخبات قوية جدا رح ينظمها الاتحاد استعدادا للبطولة فوضع صحي انك تلعب هاي المباراة وتكسب والدليل ان البحرين قاتلت انها تكون هي بالمستوى الثاني احنا اخترنا مباراة هم اختاروا مبارتين واختاروا المبارتين مع منتخبات مستوى اقل منها اختاروا اقريبين منها واقل منها لكن هم تعرضوا لخسارة مع منتخب الفدائي في البحرين يعني تبروها مفاجأة وهذا اللي خلى ساعد منتخبنا يضلوا في المستوى الثاني انهم لعبوا مبارتين مش مباراة فاتمنى انه تكون الامور وصلت هلا انا بالنسبة لتشكيلة منتخبنا الاخيرة اللعب فيها المباراة الودية مع بيتنام انا ببصم للمنكبتن عدنان انه باستثناء مركز لاعب واحد بس انه اختار افضل لاعبين حاليا اللي هم اللاعبين المحترفين المميزين وبلعبوا بدوريات قوية كلهم كانوا يعني انا الاول تلي اختارت تشكيلة باختار 90% اللي اختاره الكابتن عدنان حمد بالقراءة الفنية باستثناء مركز واحد اللي هو الضهير الايمن انت ما اخذت حسان حداد او حسان حداد مصاب كان لازم اخذت معك ضهير يمين اذا بتحكي اللاعب المحليين متجاهزين لا كان فراس شلباية جاهز وكان متألق في الدورة الفلسطينية وكان مسجل اهداف وصانع اهداف فكان الخيار انه ياخذ الكابتن عدنان حمد الكابتن فراس شلباية ويلعب مباراة فيتنام لانه هو الضهير اليميني اللي جاهز اللي كان يلعب واللي كان بيسجل فباستثناء هذا المركز عدي الصيفي اللي هو باللاعب مخضر مقدم الكثير لقراءة القادمة الأردنية ودائما من نفعله القبعات مش مركزه يلعب ضهير يمين مش بهذا العمر 37 سنة يجي اللعب ضهير يمين وهو مش مركزه على حساب انك ما ناخد معانا ضهير يمين هذا الانتقاد اللي انا بقدر انتقد فيه المنتخب بهاي الانباراة لكن منتخب بضم كان في خط الهجوم يزن نعيمات البلعب بالدوري المحترفين القطري وبضم محمود مرضي اللي واحد من اهم اللاعبين حاليا في الاردن وبضم موسى التعمري اللاعب اللي بلعب بالدوري الاوروبي وبراهيم سعادة يعني كل الاسماء كانت ما بتقدر تنتقد الاسماء احمد ابو حشيش ظهير ديارة اللي بلعب بالدوري المصري ومتقلق في الدوري المصري يزن العربي اللي بتقلق في الدوري الماليزي فالاسماء كلها يعني اختيارات كانت صح باستثناء ليش يلعب عدي الصيفي ظهير يمين مدام احسان مصاب ليش ما كان في راس شلباي موجود وهو اللاعب ظهير يمين انا بتمنى انه حكينا في معظم النقاط انا باعدكم يعني انه ممكن نطور البث بنحكي اكثر حسب الظروف القادمة حسب الاخبار اللي بنسمحها حسب التعاقدات مش بالسهولة نيجي نقيم فريق قبل ما يبدأ تمارينه نقيم المرحلة اللي بحكيلي هل الوحدات تأخر أنا بعتقد ان الوحدات تأخر هلا في ناس بتحكيلي ليش اتأخر هل هذه هي وجهة نظري بدك انت تعرف وجهة نظري انا بحكي نادي الوحدات نادي بطولات الهدف منه اللي يشارك في اي موسم البطولات ولا يمكن يجي الوحدات يحكي انا بدي شارك من اجل المشاركة مش بدي شارك عشان اصنع فريق لا نادي الجماهيري نادي البطولات بده يشارك عشان يصنع حتى هو بابني فريق عشان كمان ينافس على البطولات فترة التوقف طويلة من شهر 10-11 كان بحاجة ان الوحدات يبلش تدريبات اكثر يتجهز اكثر يكون جاهز حتى بطولة الدرع يكون فيها بحالة فنية جيدة يكون حتى منافس لانهم بتعطيه فوز بالدرع يمكن يعطيه دفعة معنوية عالية وانا بحكي ان دائما تكوين الفريق يبلش من المدرب فانا كنت مع خيار اختيار مدرب مبكر نص راتب باي اشي بس يكون فريق يعرف يختار هو اللاعبين هذا اشي مهم جدا في ناس بحكولي طب هو مكلف وفي ناس بحكولي طيب زمان الكابتن اوكي في الـ 2020 الدوري اللي اخذناه اللاعب البطولات التلاث بطولات اللي لعبناهم اخذناهم كان تكوين الفريق قبل الاندي كلها كوى الوحدات لما كان في شهر 9 الاندي وعشرة الوحدات عم بتعاقد مع لاعبين كانت الاندي لسه مش عاملي اشي الوحدات بلشت مرن مثلا بـ 15-9 الاندي مش عاملي اشي لما راحوا بشهر نص عشرة وحداش بلشت الاندي بتتعاقد مع لاعبين لية النجوم كلهم موقعين مع الوحدات كان لانه وجود مدير فني اياما الكابتن عبدالله مبكرا بشهر 6 مع الفريق ساعدوا على انه يعمل تكوين للفريق ويختار اللاعبين ويختار الصحف ويكون هو اول من يختار وهو اول من يبادر في ناس بيحكوا هذا مكلف طيب انت بتدفع مليون عشان الفريق لو دفعت المليون لو انقطت المليون يعني انتهي تجارة انا بدفع 50 الف فوق المليون و60 الف فوق المليون مقابل اني اضمن البطولات لانه انا زي تجارة ادفع المليون وما ااخد احسن اللاعبين كأنني خسرت المليون لا انا ما بحكي حكيم عشان اني كنت معاه لانه انا لو باي حال ان الاحوال برجعت بدي اشتغل باقبلش اظن اخر واحد اشتغل انا بحكي بالواقع ودائما هاي نصيحة يعني انا بحكيها يعني انت بدك تبلش بدري على كل حال هاي صفحة بدنا نطويها احنا نتمنى انه الان المرحلة القادمة يكون فيها اختيارات صح واختيارات احسن واختيارات مناسبة اكثر ويقدر الوعدات ينافس هسا انا بحكي لكم الحسين منافس قوي وعنده طموحات البطولات وعنده اعلى جودة لاعبين نعرفش وضع المدرب وعنده خيارات البدائل قوية جدا الوحدات لسه اذكرها في ملعبه يقدر يكون الفريق يقدر يساعد على يقلص الفوارق بجودة اللاعبين بحسن اختيار ثلاث محترفين لعيب شباب مع لعيب أبناء النادي مع المميزين الجاوب محليا مع ثلاث محليين سوبرستار برجع الفريق بيتجاوز المرحلة ويكون منافس جدا على الألقاب الفيصلي بنفس الطريقة الآن جاهز أكثر مستعد بدري المدير الفني هو اللي تكون الفريق زي ما بده بالأسماء اللي بده إياها اختيار جيد للمحترفين بيخليه أيضا منافس كبير على البطولات فالموسم القادم مرجح لتكون المنافسة وحدات وفيصلي وحسين أو حسين وحدات وفيصلي أو حسين وفيصلي ووحدات ملف المحترفين مهم جدا ملف كثير رح يكون هام اللي بيختار المحترفين صح واختيار المحترفين الصح مستهل يعني لو أنه مكلف وبده شغل بس إحنا أحسن من المواسم السابقة بالتوقيت يعني أنت بالتوقيت الصيفي اللعيبة بيكون بداية موسم ممكن تتعب وتعوض بعض النقص تدفع زيادة شوي في بعض اللاعبين المحترفين عشان تعوض المشاكل أو تعوض الأماكن اللي فيها نقص فكل الاحترام والتقدير للجميع وأنا مش رح أطول أكتر من هيك عليكم تحملونا كل عام وأنتو بخير أي واحد كان عنده وجهة نظر مخالف لوجهة نظري هذا حقه حقه المشروع والاحترام يسود بين الناس أنا إلي وجهة نظر وأنت إليك وجهة نظر وأنت إليك رؤية وأنا إلي رؤية وبالنهاية الملعب سيحكم بين الجميع كل الحب للجميع